للمزيد من المعلومات وللمزيد من الفهم أيضا الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة برحب بحضرتك معالي الوزير أهلا بحضرتك أهلا بك معالي الوزير أبدأ مع حضرتك بشرح سريع في عنوين عما تم النهاردة وما استعرضناه منذ قليل من مقاطع خاصة بافتتاح هذا المشروع بكلمة السيد الرئيس أيضا الحقيقة أنه قامت به الشركة الوطنية للزراعات المحمية على مدى السنتين اللي فاتوا في مواقع مختلفة أمر يدعو للفق إنجاز تحقق في دول أخرى على مدى عشرات السنين والحقيقة رجال الكوات المسلحة هاموا بجهد كبير جدا في سبيل إنجاز هذا المشروع المشروع أولا بيضيف للكفاءة الانتاج الزراعي لأنه بيضاعف الانتاجية من الفدان إلى أربع أضعاف يعني حضرتك لو أنت خذت فدان أرض مكشوفة وفدان صوب ده مزروع طماطم وده مزروع طماطم برضه هتلاقي إنه نمو الشجيرات الطماطم أو نباتات الطماطم في الأرض المكشوفة ما يزيدش ارتفاعها عن متر بينما هنا أنت بتلاقي ارتفاع النباتي يوصل لخمسة أو ستة متر ده بيترتب عليه إنه الانتاجية تبقى أربع أضعاف على الأهل ما كانش أكبر في نفس الوقت نتيجة لاستخدام التكنولوجيا العالية في آآ الراي إحنا بنوفر أحوالي تلتين كمية المية أو ستين في المية من كمية المية المستخدم آآ وبالتالي بنعظم الانتاجية من وحدة الأرض ومن وحدة المية في نفس الوقت الزراعات المحمية لا تتأثر بالعوامل الطبيعية وبالتالي إحنا بنتحكم في مواعيد الزراعة من هنا نقدر نقاط نغطي الفترات أو الفجوات الزمنية اللي ما بين العروات اللي كلنا بنقعد نشتكي ونقول الطماطم بقت بعشرة جنيه وبتمانية جنيه والبطاطس يا فندي لا البطاطس زراعات مكشوفة البطاطس كان لها ظروف استنادي نتيجة الانخفاض المساحة مع سوء الظروف الجوية ونتمنى إن شاء الله إحنا نتغلب عليها في السنة القادمة لكن المقصود إنه الخضرات هنا بنقدر نغطي فترة زمنية أطول طول الموسم والفترات اللي بيكون فيها مفيش إنتاج من الحقول المكشوفة ينزل إنتاج من الصوب يؤدي إلى توازن الأصعب دي حاجة يحس بيها المستهلك بالإضافة طبعا إلا إنه جزء من الانتاج حيوجه لعمليات التصدير علشان تقصية التكلفة الاستثمارية الكبيرة لهذا المشروف وطبعا غير فرص العمل صحيح طيب الرئيس النهاردة يا فندي متكلم على الأورجانيك الزراعات الصوب علاقتها بالإنتاج لأي شيء خضروات فاكهة الأورجانيك إيه اللي هو مقصود بالأورجانيك برضو عشان نوضحها اللي هي الزراعة العضوية اللي هي بيكون استخدام الكيمويات فيها بأقل الفدود الممكنة أو منعدة طبعا الأرض دي بنيت عليها هذه الصوب وهذا المشروع تعتبر أرض بكر لم تزرع من قبل وبالتالي لم يسبق أن ينزل فيها أي كيمويات علشان يبقى لها بقايا في الأرض فدي بتدي ميزة كبيرة أنه الانتاج اللي هيخرج منها مع استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج نقدر أن احنا نحصل على الانتاج الأورجانيك أو الانتاج العضوي اللي بيتوافق مع الممارسات الصحيحة الجيدة في الزراعة منذ وضع البجلة في الأرض عدم ناخد المحصول أو اللي بنسميها الـ Global Gap اللي حصل عليها هذا المشروع عشان يقدر أنه يتمكن من التصدير للخير طيب هو الأورجانيك ده المفترض يا فندم أنه هو سعره أعلى من الخضار العادي آه لكن هو هنا العلاقة بيبقى استخدام الأعداء الحيوية للأسات داخل الصوب وزي ما قلت لحضرتك مع تقليل استخدام الكيمويات إلى أقصى حد وطبعا في الظروف الحقول المكشوفة يبقى العرضة للإصابة بالأسات بتبقى أعلى وبالتالي المحصول بيبقى أقل فالسعر بيبقى أعلى معالي الوزير في جزء من اللي استمعنا في دلوقتي لكلمة السيد الرئيس كان بيشير إلى برامج التوعية والحديث مع المواطنين تحديدا في القرى وعملية الوعي بالحفاظ على الأراضي الزراعية مشروع الصوب الزراعية الابتعاد عن تبوير الأراضي علشان يبنوا بيوت وأنه لازم يكون فيه بدايل ولازم يكون فيه عملية تشجيع للمواطن بعيدا عن إجراءات الإزالة فقط أو بالتوازي معاها إيه المتاح في هذه المنطقة قال حضرتك الفلاح في أي مكان في العالم مش في مصر بس لازم عشان يقتنع بالفكرة يشوفها أيوة عشان يتبنها ويطبقها لازم يشوف فمثال اللي شفناه النهاردة بيفنع أي حد أنه هو مش لازم طبعا هيعمل الصوبة بنفس التقنيات اللي احنا شفناها ولا على نفس المساحات ولكن ممكن يعملها على مساحة محدودة من أرضه عدة قراريت ولكن تدي له إنتاج مضاعف وممكن هنا يبقى فيه زي ما سيادة الرئيس قال أنه يبقى فيه قروض ميسرة لإقامة الصوب في الأراضي الزراعية علشان زيادة الإنتاجية ويخلي المزارع يهتم بالأرض بدل ما يدور إحنا عندنا برنامج يا فاندم فعلا ولا إحنا لسه حنبدأ في هذا البرنامج ده لسه توجيه صالع النهاردة يا فاندم آه يعني لسه حنبدأ في هذا البرنامج كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر